أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي هو ذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا أحد مجالس تفسير سورة التوبة من قول الله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ هُنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ وهذا ضمن هذه الدورة المباركة دورة الأترجة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصة يقول الله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ مُنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِثَّا قَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ هذا عتاب من الله عز وجل لبعض المؤمنين الذين لما أمروا بأن يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك تباطأ وتثاقل وذلك لأن تلك الغزوة جاءت في حر شديد وسفر بعيد فكانت في موسم الحر وكانت أيضا لمكان بعيد جدا يبعد عن المدينة قرابة الألف كيلو وهذا لا شك فيه مشقة وأيضا هذا الطريق بالذات ليس عليه من الماء ما يكفي ويشفي ولذلك تباطعوا ناس فعاتبهم الله بقوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ اِنْفِرُوا اِنْفِرُوا أي طُلِبَ مِنْكُمُ النَّفْرِ لِقِتَالِ أَعْدَائِكُمْ فأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرجوا لقتالهم وهذا معنى الاستنفار أن يأمر الولي ولي الأمر أو قائد المسلمين المسلمين جميعا أو بعضا منهم بأن ينفروا انفروا في سبيل الله إذ ثاقلتم إلى الأرض والجهاد أيها الأحبة على نوعين جهاد طلب وجهاد دفع أما جهاد الطلب فهو أن يخرج المسلمون ليطلبوا عدوهم وهذا الأصل فيه أنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقي والنوع الثاني من الجهاد هو جهاد الدفع وهو أن يعتدي الكفار على المسلمين فيجب على المسلمين في هذه الحال أن يدفعوهم وهذا النوع فرض عين يجب على أهل البلد الذين هجم عليه الكفار أن يدافعوا بكل ما أوتوا ولا يعذروا في ذلك أحد لا كبير ولا صغير ولا ضعيف ولا فقير ولا غير ذلك كل من يستطيع أن يدفع فليدفع حتى المرأة تدفع ويجب عليها كل من يستطيع ثم إن الجهاد يجب بأمور أخرى ويكون فرض عين بأمور أخرى مثل أن يستنفر الإمام جماعة المسلمين أو جماعة معينة أو شخصا بعينه فيقول أخرج يا فلان معنا أو كل من كان متدربا عن القتال فليخرج معنا ففي هذه الحالة يجب الخروج على من استنفرهم الإمام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا يعني إذا طلب منكم النفر والنفير وجب عليكم القيام بذلك وصار القتال فرض عين على من استنفر سواء كان جماعة أو فردا وهنا جاءت الآية قال يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم منثروا لأن النبي صلى الله عليه وسلم استنفرهم وطلب منهم الخروج فوجب عليهم الخروج وأثم من لم يخرج كما سيأتي في بقية هذه السورة العظيمة سورة التوبة قال الله عز وجل نعود مرة أخرى وأيضا يجب القتال إذا وقف الإنسان في الصف ويحرم عليه عند ذلك أن يتولى ويفر من الزحف وهذه أحد المواطن التي يجب فيها القتال ويكون فرض عين على المسلم قال الله عز وجل إذا قيل لكم منثروا في سبيل الله النفر يكون واجبا عندما يكون في سبيل الله أما إذا كان في سبيل الطاغوت أو في سبيل توسيع الرقعة والملك أو في سبيل الدفاع عن أملاك شخص معين أو نحو ذلك فهنا الأمر ليس كذلك قال الله عز وجل إذ ثاقلتم إلى الأرض ما لكم إذا قيل لكم منفروا في سبيل الله إذ ثاقلتم إلى الأرض أي تباطأتم وتثاقلتم وانظروا كيف عبر عن التباطؤ والقعود بقوله إذ ثاقلتم هذه الكلمة تخرج فيها شيء من الثقل الذي يبين عن المعنى فجرسها مشعر بمعناها وما تحمله في طياتها من تأقاعس هؤلاء عن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يعني أفعلتم ذلك رضا منكم بالحياة الدنيا إن هذه الحياة متاع ومتاعها زائل ولا يجوز لعاقل أن يغتر بها لأنها لا تستحق أن يغتر بها أحد وها نحن نراها مليئة بالأكتار ومتاعها لا يبقى ولو بقي لم يبقى المستمتع فلأي شيء يغتر الناس بها إن الشيء الذي يجب أن تتعلق به النفوس هو النعيم الدائم الذي لا يزول ولا يحول ولا يقل ولا يبيد هذا هو النعيم الذي تسعى النفوس العالية والشريفة لطلبه أما الشيء الداني والخسيس والملوث بالأقدار والأقدار والذي ينقطع أو ينقطع عنه فإنه لا ينبغي من الإنسان أن يلتفت إليه ولا أن يتعلق به ولا أن يرفض ما هو خير منه بسببه ولذلك قال أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدلا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل والمتاع يطلق في القرآن على الشيء الذي يستمتع به ثم لا يبقى يذهب ولا يعود كما قال الله عز وجل في سورة عبسة فلينظر الإنسان إلى طعامه أن نصببنا الماء صبا ثم شرقنا العرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا إلى أن قال متاعا لكم ولأنعامكم فجعل هذه النعم متاع استمتع بها ثم تذهب أو نذهب نحن ثم إنه قارن بيننا وبين أنعامنا فيها فقال متاعا لكم أنتم ولأنعامكم معكم ليبين لنا حقارة هذه الدنيا وأن الدنيا لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء قال الله عز وجل إلا تنفروا يعني إن أبيتم أن تنفروا عندما استنفركم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما أن ينزل عليكم عذابا أليما وهذا العذاب والعليم لم يذكره الله عز وجل وقاله هو في الدنيا أو في الآخرة الآية تشمل الدنيا وتشمل الآخرة قال ويستبدل قوما غيركم أن يأتي بقوم آخرين يقومون بنصرة الدين ويحمدونه على أكتافهم ويجتهدون في حمل لواء الحق ولا يكون أمثالكم قال ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا لا تظنوا أنكم إذا لم تنفروا وأنكم إذا انخذلتم وانهزمتم وتعبيتم ولم تقوموا بما أوجب الله عليكم من النفر والنصر أن ذلك يضر الله فالله غني عنكم وغني عن كل أحد سبحانه وتعالى ولكنه يأمركم ليبتليكم فمن أطاع فقد أحسن إلى نفسه ومن عصى فقد أساء على نفسه ولن يضر الله شيئا قال ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير يعني فهو قادر على أن يسلبكم النعمة التي بعيدكم وقادر على أن يستبدلكم بغيركم وقادر على أن ينزل بكم عذابا أليما لا يدعو فيكم شيئا قال الله عز وجل إلا تنصروه يعني إن لم تنصروه فقاد نصره الله يعني فافعلوا كما فعل به ربه سبحانه وتعالى فالله قد نصره لكرمته عليه فحقيكم بكم أيها المؤمنون أن تنصروه فقد نصره الله متى قال إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يشير إلى قصة الهجرة عندما أراد المشركون أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعوا مئة من الشبان أطافوا ببيت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ثم إن الله أذن له بالخروج فخرج وحث التراب على رؤوسهم ثم ذهب إلى غار ثور فبقي فيه حتى سكن عنه الطلب ثم هاجر لما دخل غار ثور كان مع صاحبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وكان أبو بكر شديد القلق على رسول الله وقد نصر رسول الله نصرا مؤزرا حتى أشاد الله به في هذه الآية فهذه الآية تعتبر أجل آية في فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه ولا يوجد من الصحابة من حظي بمثل هذا الفضل رضي الله تعالى عنه وأرضاه فالله سبحانه وتعالى يقول إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين يعني هو وأبو بكر إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا كان أبو بكر قلقا وحزينا يخشى على رسول الله أن يقتل أو يموت أو يعتدى عليه أو يؤذى وكان رسول الله قد امتلأ قلبه طمأنينة ثقة بموعود الله عز وجل قال إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا في قوله لصاحبه أعظم الشرف لأبي بكر رضي الله تعالى عنه حيث سماه صاحبه ثم قال لا تحزن يعني ارفع الحزن من قلبك فإن الله معنا إن الله معنا أي بحفظه وكلأته ورعايته ونصره وتأييده وقد كان الله سبحانه وتعالى معهم حق فلم يستطع المشركون أن يصلوا إلى رسول الله وإلى صاحبه بشيء من السوء الله أكبر وانظروا إلى أدب رسول الله مع ربه إن الله معنا فجعل قدم الرب سبحانه وتعالى وجعل نفسه وصاحبه في معيته فقال إن الله معنا وهذا أكمل من قول موسى عليه الصلاة والسلام إن معي ربي سيدي فقدم نفسه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم وأجل وكلاهما خير عباد الله قال الله عز وجل فأنزل الله سكينته عليه أي في ذلك الموطن العصيب عندما أطاف المشركون بالغار يريدون أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ففي تلك الحال نزلت السكينة على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيده بجنود لم تروها يحفظونه ويرعونه حق لعايته ويقومون بنصره وجعل كلمة الذين كفروا السفلى كلمة الذين كفروا السفلى أي دعوة الشرك وكلمة الله هي العليا أي كلمة التوحيد والشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والله عزيز حكيم له العزة كاملة عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع كلها لله سبحانه وتعالى فهو العزيز قدرا والعزيز قهرا القاهر لكل من سواه والممتنع على من أراده بسوء وهو الذي يهب العزة لمن يشاء وقد وهبها لرسول الله الذي خرج طريدا فريدا وحيدا من بلده وجعله الله عز وجل قائدا وإماما مهيبا ذلت له أعناق الجبابرة عليه الصلاة والسلام لمن العزة وبيد من إنها بيد الله جل وعلا فمن أراد العزة فليطلبها ممن يملكها إن العزة لله جميعا قال الله عز وجل والله عزيز الحكيم أن يضع العزة أو يضع يعني أو له الحكم والحكمة الحكم الشرعي والكوني والحكمة التامة كلها لله سبحانه وتعالى ثم قال الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون انفروا خفافا وثقالا أي عليكم أيها الناس أن تخرجوا نافرين إذا استنفرتم سواء كنتم نشيطين وقادرين ومستعدين أو كنتم ثقيلين الثقل سواء كان بسبب الزمان أو بسبب يعني الصحة أو بسبب أي أمر آخر يعني يثقلكم عن استجابة لطلب النفرة فالله يقول انفروا خفافا وثقالا وإياكم أن تتلكوا أو تتباطوا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله النفرة تكون بالبدن وهي أن يستجيب المسلم لمن يستنفره من قائد أو إمام أو ولي أمر وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم قدم الجهاد بالمال في ست مواطن في القرآن العظيم وذلك لأن الجهاد بالمال متهيئ لأكثر الناس بخلاف الجهاد بالنفس ولأن الجهاد بالمال من أعظم ما يعين المجاهدين على تحقيق أهدافهم والنص على أعدائهم ولأن الجهاد بالمال يتيسر فعله لكثير من الناس أما الجهاد بالنفس فقد يتيسر فعله لأناس ولكنه لا يتيسر لآخرين فقدمه الله سبحانه وتعالى ولم يقدم جهاد النفس إلا في قوله إن الله اشترى من المؤين أنفسهم وأموالهم بأننا مجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فقدم الجهاد بالنفس لأن المشترى في هذه الآية هو النفس قدمت قال الله عز وجل ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أي أنكم إن نفرتم وجاهدتم بأموالكم وأنفسكم حصلت لكم الخيرية وقد قال بعض علماء إن هذه الآية منسوخة بالآيات التي جاءت بعد في نفس السورة ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصح إلى الله ورسوله وبعض العلماء يرى أنه لا نسخ لأن الاستنفار يلزم منه الإجابة على أي الأحوال انفروا خفافا وثقالا وأما الجهات فيكون فيه العذر ويمكن أن يقال إن قوله انفروا خفافا وثقالا أي انفروا ما دمتم قادرين على النفر سواء كنتم خفيفين نشيطين أو كنتم مثقلين لكنكم لم تصلوا إلى حد العذر المذكور في آخر السورة في قوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصح لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله ورحيم ثم قال الله فاضحا أولئك الذين لم ينفروا ومبينا أن سبب عدم نفيرهم هو أنهم لا رغبة لهم فيما عند الله ولا فيما عند رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه لو عرض عليهم النفر لأمور أخرى ومقاصد دانية ودنية لخرجوا قال لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك 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 لما يدل على أن المانع لهم ليس هو يعني أنهم لا يستطيعون ولكن هم يريدون العرض القريب الغنيمة الباردة القريبة التي يعني يحصلون عليها بسرعة أو سفرا قاصدا أي ليس طويلا لاتبعوك طلبا للغنيمة ولكن بعدت عليهم الشقة أي طالت عليهم المسافة فتخلفوا قال وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يعني سيأتون يا محمد إليك يحلفون بالله أنهم لو كانوا مستطيعين لخرجوا وأن الذي منعهم من الخروج هو أنهم كانوا غير المستطيعين والله يقول فيهم لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك لو كانت غريمة قريبة دانية لخرجوا ولو كان سفرا ليس بعيدا لخرجوا إذن فمن الذي منعه أنه لم يقع في قلوبهم من الإيمان الذي يحملهم على الاستجابة وإلا فلا عذر له قال وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم بما يهلكون أنفسهم يهلكونها بتخلفهم وعدم استجابتهم لأن من تخلف آذنه الله بعذاب شديد ألم يقل الله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوم غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير قال الله عز وجل عفى الله والله يعلم إنهم لكاذبون وكفى بعلم الله دليلا على كذبهم وهم كانوا كاذبين في دعواهم أنهم لا يستطيعون ثم عاتب نبيه عتابا لطيفا رقيقا فقال عفى الله عنك لما أذنت لهم يعني عندما جاءوا يستأذنونك في القعود لما أذنت لهم ولذلك قال العلماء إن هذا العفو غريب وهو دال على إكرام الله سبحانه وتعالى لنبيه لأن العادة أن يأتي ذكر الذنب ثم يأتي العتاب تقول أنت فعلت كذا وكذا ثم تقول بعدها عفى الله عنك أما في هذه الآية فيقول الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم فقدم العفو قبل ذكر الملامة وهذا من إكرام الله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعدب المؤمنون بالأدب التام معه ويعرف قدره عند ربه جل جلاله أفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبير لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين يعني لما استعجلت بعذرهم والإذن لهم بمجرد أنهم اعتذروا لو أنك سكت فلم تأذن لأحد ولم تقول لأحد شيئا حتى يتبين لك الصادق الذي يلحق بك من الكاذب الذي يتخلف عنك قال الله عز وجل لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله اليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أي في مثل هذه المواطن لا يستأذن المؤمن الصادق في أن يتخلف عن الجهاد في سبيل الله لا بماله ولا بنفسه لأنه يعلم أن هذا الموطن موطن صدق وموطن أجل وثواب وموطن وصل لله ولرسوله ولدينه فلا يليق به أن يتخلف والله عليم بالمتقين وهم من المتقين إنما يستأذنك أي يطلب الإذن بالقعود الذين لا يؤمنون بالله اليوم الآخر وارتابت قلوب أي أصبحت في شك فهم في ريبهم يترددون أي فهم في شكهم يتحيرون هل هذا رسول الله هل هذا دين الله حقا هل سينصر محمد هل وهل وهل هذه أسئلة تقتلهم قتلا طيب إذا كان حقا فلماذا لا ينزل الله عليه نصرا طيب هل كان أباؤنا ضالين هل إلى آخره من الأسئلة التي يعني تتردد في قلوبهم والجاري قال فهم في ريبهم يترددون إذن من هو الذي يستأذن وينخذل ولا يلبي الدعوة ولا ينفر إذا استنفر هم أولئك الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يرجون عجرا ولا شهادة ولا جزاء حسنا عند ربهم سبحانه وتعالى قال الله عز وجل مبينا أنهم لم ينخذلوا من أنفسهم وإنما خذلهم الله وخلفهم عن هذه المواطن الشريفة والمواقع العظيمة قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة هم غير صادقين في كونهم يريدون أن يخرجوا لكنهم حصلت لهم أعذار قال لو أرادوا الخروج معك يا محمد لقتال عدوك وعدوي الإسلام والمسلمين لأعدوا له عدة أي استعدوا أن تأهبوا بتجهيز الفرس والعتاد والسلاح لكن ما أعدوا مما يدل على أنهم أصلا قد بيتوا أن لا ينصروك وأن لا يخرجوا معك وأن لا يكونوا ضمن الفريق الذي يعمل نصرة دينك ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة ولكن كره الله بعاتهم فثبطه الله كره أن ينبعثوا وأن يخرجوا فثبطهم أي من داخلهم حتى أصبحوا غير راغبين في هذا الأجر ولا في هذا النصر ولا في هذا التواب العظيم ولا في هذا الفضل الكريم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعد وسيحزنون كثيرا لما فعلوا لأنهم لم يشاركوا في هذا الخير العظيم ولم يحصل لهم هذا الأجر الكبير وأي ندامة وأي حسرة أعظم من هذه الحسرة التي ستحيق بهؤلاء خصوصا إذا جاءوا جميعا بين يدي الله في موقف الجزاء وحساب ورأوا كيف يعطى المجاهدون المنازل العالية والدرجات الرفيعة وهم يركسون في نال جهنم بل في الدرك الأسفل منها لأنهم كانوا منافقين وكانوا يبخلون بأنفسهم وأموالهم على رسول الله وعند نصرة دين الله قال الله عز وجل لو خرجوا فيكم يبين الله رحمته بالمؤمنين عندما خذل هؤلاء وقال قعدوا مع القاعدين قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا أي ما زادوكم إلا فسادا بالقالة والكلام الكثير الذي يحصل من ورائه الشقاق والقعود والتخذيل في المؤمنين ما زادوكم إلا خبالا أي فسادا ولأوضعوا خلالكم أي سعوا بينكم بالنميمة والقال وفرقوا المؤمنين يبغونكم الفتنة يريدون الفتنة فيكم وفيكم سماعون لهم أي وفيكم أيها المؤمنون من يستمع للمنافقين ويتأثر بمقالته وهذا يبين لنا يا إخواني أن المؤمنين صنفا صنف قد استنارت قلوبهم بالإيمان فلا تضرهم مقالات المنافقين ولا يتأثرون بها وصنف عندهم ضعف فهم يستمعون إلى هؤلاء المنافقين ويتأثرون بكلامهم وهؤلاء يسمون السماعين يعني الذين يستمعون ويتأثرون كما نلاحظ الآن في زماننا ثل من المؤمنين صادقين طيبين يصلون ويصومون لكنهم يقرؤون للإبراليين والعلمانيين والمنافقين والمرجفين الذين يتكلمون مثلا على أهل الصلاة وعلى التقوى وعلى العلماء وعلى الآمرين بالمعروف والناهين على المنكر فيتأثرون بمقالتهم ويرددونها ليس لأنهم غير مؤمنين ولكن لأن كلمات المنافقين تؤثر فيهم ولذلك قال الله للمؤمنين رحمة بهم خذلت هؤلاء وقلت لهم أقعدوا مع القاعدين لأن فيكم أيها المؤمنون من يستمع إليهم وإذا استمع إليهم حصل له تشويش وتأثر بمقالاتهم فلم ينصركم نصرا مؤزرا وقد يحصل بسبب ذلك خلاف وشقاق بين المؤمنين أنفسهم ومن العلماء من قال وفيكم سماعون لهم أي وفيكم أيها المؤمنون من يسترق السمع ويأخذ القول منكم فيوصله إليهم وهذا خطير جدا قال الله عز وجل والله عليم بالظالمين أي يعلم أهل الظلم فيجازيهم ويخذلهم بسبب ذنوبهم نسأل الله العافية والسلامة قال الله عز وجل لقد ابتغوا الفتنة من قبل يعني هؤلاء لهم تاريخ في الفتنة وليس هذا أول عهدهم بها أو أول يعني مرة تقع منهم فتنة أول ما جئت المدينة كانوا قد ابتغوا الفتنة ولكن الله سبحانه وتعالى سلم قال الله عز وجل وقلبوا لك الأمور أي تآمروا عليك وأجالوا الفكرة في نقض أمرك والكيد لك ولكن الله سبحانه وتعالى كان لهم بالمرصاد فكلما أبرموا أمرا أو كادوا مكيدة جعل الله سبحانه وتعالى عاقبتها عليهم كما قال الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين قال الله عز وجل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق جاء الحق من عندنا لك وجاء النصر لك من عند الله عز وجل تقدم وليه من حق الجنة ومك وهم كارهون أي وهم كارهون له فدخلوا فيه قهرا ولم يدخلوا فيه طواعية تظاهروا بأنهم معك وإلا في الحقيقة أنك عندما جئت كانوا يريدون أن يكيدوا لك مكيدة عظيمة وأن يفسدوا أمرك وأن يشوش عليك دولتك وأصحابك ولما استتبت الأمور لك وقويت شوكتك وظهر أمرك ذلوا وخضعوا ودخلوا في دينك ليس عن رضا ولا عن طواعية ولكن لأنهم لا يجدنا سبيلا لمخالفتك فإيمانهم ليس صحيحا وإنما كان نفاقا أسأل الله أن يعافينا ويسلمنا في الدنيا وفي الأخرى إلى هنا نصل إلى نهاية الكلام في هذا المجلس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل شيئا منه ملتبسا علينا فنضل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا يا ربنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا واجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجسنب هذه الكبار ويتعاهدها ولن يجسنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر